نلتقيكم على مائدة الكتاب والصنة مع كلمات نختارها لكم على الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا وأحوالكم أخوكم حمد الفضل الدوز الزوجين مسؤولين عن قراراتهم والقرارات تتخذها اثنين الزوج والزوجة مشاركة ومباركة مع الأهل إن كان خلاف تدخل طرف أو آخر أو ثالث يوسع من دائرة الخلاف على الزوجين أن يوثق كل الاشتراطات في عقد الزواج ولذلك سماه الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إذن حدد شروطك وثبتها واتفق عليها شروط الزوجين هي حقيقة ثابتة توثق في الميثاق الغليظ وهو عقد الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم الزواج آية من آيات الله عز وجل في الكون ولذلك قال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقومي يتفكرون يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إذن مهما كانت المرأة غنية وتشتغل أنفق عليها يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومهما ملكت من أموال سيارات طائرات بيوت عقارات إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة لا تنسى الدعاء لنفسك وزوجتك وعيالك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الزوجين مسؤولين عن قراراتهم مشاركة ومباركة بالأهل فإن كان خلاف فتدخل أطراف كثيرة من الأهل تسبب اتساع الخلاف يقول الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هذه الآية تحتم على الزوجين اختيار شخصين حكيمين لحل مسائل الخلاف الشائكة الجفاف العاطفي مشكلة يشتكي منها كثير من الأزواج والله عز وجل يقول وجعل بينكم مودة ورحمة فبحثوا عن المودة والرحمة والحب فيما بينكم يسأل كثير من الشباب شلو نختار زوجتي يا شيخ نقول له وصية النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاضفر بذات الدين تربت يداك تسأل البنت تقول تقدم لي كثير من الشباب فمن أختار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن ماجة أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة هذه بشارتكم يا أيتها الزوجات